أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد التسجيل للاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2019 ليومي الأحد والاثنين المقبلين وقالت الوزارة إن قرار التمديد جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة التي حددتها للوزارة في وقت سابق وتنتهي اليوم بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي تشهده مديريات التربية والتعليم من الراغبين في التقدم للامتحان